من داخل مقر حزب الأمة القومي أراد المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير طرح رؤيته بعد لقائه المكون العسكري عن مخرج آمن من الأزمة تحدث المجلس المركزي أكثر من مرة فهل ما تم عبر وساطة سعودية أمريكية يمهد لشراكة بين المجلس والعسكريين؟ ما تم ليس خطوة للشراكة هو خطوة لإنهاء الشراكة هذا يجب أن يسجل بوضوح نحن لا نرغب في شراكة جديدة نلقب في علاقة جديدة بين الغوات النظامية وعلاقة بين الغوات النظامية والشعب لا شراكة بعد اللقاء المباشر للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والمكون العسكري بوساطة سعودية أمريكية بدأ المشهد السياسي في استقبال التساؤلات الأبرز حول إمكانية إحداث اختراق في مسار الحوار على الرغم من إصرار المجلس المركزي على شروطه التفاوضية الرافضة وجود العسكريين في السلطة فمن دون اكتمال النصاب ابتدرت الآلية الثلاثية حوارا مباشرا لإنهاء الأزمة في السودان يتغيب المجلس المركزي عن الحوار هنا ويحضر في مكان آخر رافعا مطالبه بضرورة إنهاء ما يصفه بالانقلاب على السلطة فمطلب إنهاء الانقلاب قد يكون المدخل نحو مرحلة جديدة في البلاد إذا تحقق شرط الحرية والتغيير وتنازل المكون العسكري ووقع معها على إعلان سياسي جديد أو على إعلان دستور جديد تنازل ممجيب عن السلطة يمكن حينها تهيئ المناخ لإدارة حوار بين المكونات السياسية المختلفة بما فيها المكونات التي جاءت يوم الأربعاء وفي موازات كل هذا يتواصل الحراك في الشارع لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر فكل خطوة نحو حل سياسي يجب أن تستوعب ما يتردد من شعارات أو هكذا يقول الشارع نزار البكداوي العربية الخرطوم